بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبنائي وبناتي حياكم الله مع حصة جديدة نراجع فيها السور التي حفظناها سابقا بالأمس تحدثت عن بعض الأمور التي تتعلق بمراجعتنا للحفظ من يذكرني تحدثت معكم عن نعم تفضلي نعم أحسنتي ركزنا على التسميع أحسنتي التسميع المستبر السورة التي تناولناها بالأمس كانت كانت تفضلي نعم أحسنتي سورة الشعراء واليوم بإذن الله تعالى سنتناول حفظ مراجعة حفظ سورة أخرى وهي سورة النمل الهدف من يشاركني قراءة الهدف الذي نسعى إلي نعم تفضلي نعم أن يتمكن الطلاب من إتقان حفظ السورة مع مراعاة ضبط الحركات والتجويد بالنسبة لهذا الهدف هل أنتم حققتوا فعلا أثناء الحفظ؟ نعم تمكنتم من ضبط الحروف والتجويد وقواعد الحفظ أجمعها أحسنتم بارك الله فيكم اليوم سأتحدث عن نقطة وهي المتابعة المستمرة ما علاقة المتابعة المستمرة بتثبيت الحفظ بالأمس كنت أتحدث معكم عن التسميع باستمرار أن هناك شخص دائما يسمع لي ما حفظته أيضا من الأمور التي تساعدنا يا أحبابي على تثبيت الحفظ المتابعة المستمرة ما المقصود بالمتابعة المستمرة؟ ما المقصود بالمتابعة؟ متابعة ماذا؟ نعم؟ نعم متابعة حفظ متابعة حفظ الآيات متابعة حفظ السورة متابعة مستمرة يعني لا يقف الأمر لا يقف الأمر عند فقط عندما أتقنت هذه السورة وحفظتها أنتقل إلى غيرها دون الرجوع إليها مرة أخرى هذا المتابعة أطلق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا في وصيته؟ نعم نعم المعاهدة قال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها هذا حديث واضح وصريح من الرسول عليه الصلاة والسلام وصي بالأمر بماذا؟ بتعاهد القرآن سريع القرآن سهل جدا أن يتفلت من صاحبه نحفظ نعم الآيات نحفظ الصور قد نحفظ القرآن كاملا لكن بدون المتابعة يا أحباب المستمرة بدون المتابعة متابعة للحفظ متابعة حتى التلاوة متابعة السماع لن نستطيع أن نثبت حفظنا وأن نبقى على ما نحن عليه من إتقان الحفظ فلا بد من المتابعة على سبيل المثال أنتم في هذا الفصل الدراسي لديكم سور من الملهج وستنتقلون أيضا في مرحلة أخرى إلى سور أخرى لإتمام حفظ القرآن الكريم هل يعني هذا أن نترك ما حفظناه في السابق؟ لا يا أحبابي لا بد من المتابعة المستمرة أنتم الآن يعني على مشارف الإجازة بعد إن شاء الله الإختبارات فنستغل هذا الوقت في مراجعة الحفظ وتثبيت الحفظ استعدادا لحفظ سور أخرى بارك الله فيكم العناية بالمتشابهات ذكرته أيضا لكم بالسابق ولكن ليثبت أيضا ذلك ليثبت هذا الأمر وضعت لكم مثالا لاحظوا معي نحن الآن في سورة النمل سنقرأها بعد قليل لاحظوا بدايتها طاسي تلك آيات القرآن وكتاب مبين هذه سورة ماذا؟ سورة النمل لاحظوا السورة الأخرى سورة الحجر هناك تشابه تلك آيات الكتاب وقرآن مبين لاحظوا هنا الكتاب وهنا القرآن لاحظوا آيات القرآن وكتاب آيات الكتاب وقرآن مبين لاحظت التشابه بين السورتين فهذا طبعا تشابه لفظي نقصد بذلك التشابه اللفظي فنضبط دائما ننتبه ونحن نحفظ إلى المتشابه بين الآيات حتى لا نضع كما ذكرت لكم يا أحبابي آية مكان أخرى أو آيات في سورة أخرى مكان آيات في سورة أيضا أخرى واضح يا أحبابي هل هناك أي استفسار؟ أي سؤال؟ إذن أنتم جاهزين الآن لنراجع الآيات من سورة النمل نعم إذن جهزوا أنفسكم وعظموا الله سبحانه وتعالى وضعوا أنتبهوا للمصاحف الآن وكونوا معين هذه هي السورة سورة النمل لاحظوا هنا الحروف المقطعة ننتبه لها دائما وهنا أيضا لهذه الكلمة اخترتها لكم وسنسمع أيضا سويا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم زينا لهم عندنا الياء مشددة والنون أيضا مشددة فهم يعمهون طبعا سبق أن وضحت لكم المقصود بيعمهون نعم بارك الله فيكم يعني يعمهون عن الرشد يعمهون طيب عندما أقف على النون هنا فهم يعمهون ما نوع هذا المد يلا تفضلي أحسنتي مد عارض للسكون بارك الله لاحظوا أيضا هذه الكلمة نضبطها ونحن نحفظ وهم في الآخرة هم الأخسرون الآن انتبهوا للهمزة عليها فتحة ننتبه الأخسرون الأخسرون يعمهون أيضا هنا وإنك لا تلقى ننتبه أيضا نضبط الحركات نستمع وإياكم للمقرأ انتبهوا لمراجعة الحفظ الحفظ لابد أيضا من تصحيح التلاوة لكي نحفظ ونراجع حفظنا بسم الله الرحمن الرحيم وعسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم بارك الله فيكم على حسن الاستماع والإنصات نتابع لاحظوا هذا الجزء الآخر من سورة النمل لاحظوا الكلمة الأولى من يقرأ لي بداية الوجه هنا من يقرأ لي بداية الوجه نعم تفضلي أحسنت ممتازة ممتازة انتبهت وضبطت الحركات طيب هل تستطيعين الآن أن تسمعيني هذه الآية حفظا طبعا وليست تلاوتا الآن حفظا يلا سوف أسمعك تفضلي تفضلي نعم أحسنتي بارك الله فيك ممتاز ممتاز لاحظوا الحركات في بداية الوجه الكلمة أم من يبدأ الخلق ثم يعيده لاحظوا هنا حكم عندنا تجويدي لما تأتي لدينا هنا نون طبعا هي ساكنة وبعدها حرف الياء فما حكم الحكم هنا ما الحكم هنا نعم ممتاز بارك الله فيكم نعم أحسنتم إضغام وإضغام بغنة طيب والباء هنا الباء عندما قرأتها يبدأ نعم لاحظوا الفرق نعم أحسنتم إذن عليها سكون وهذه من العلامات اللي في المصحف العثماني هذه اللي صايرة كأنها خاء صغيرة هذه دلالة على السكون أم من يبدأ الخلق ثم يعيده أحسنتي هنا أيضا أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهُمْ أَإِلَاهُمْ أَأِي أَأِي ننتبه أنه عندنا همزتين طيب من يقرأ لي هذه الآية الآية 66 الآية 66 تفضلي أحسنتي 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 بل ادارك علمهم في الآخرة ما شاء الله عليها انتبهت للضبطة الحركة وانتبهت للمد الطبيعي وانتبهت أيضا أن هناك همزة وصل بل ادارك علمهم أحسنتي أحسنتي طيب نستمع الآن سويا إلى الآيات وركزوا ركزوا وركزوا في الآية رقم 68 كيف ستنطق الآن السين لاحظوا لدي هنا سين وطاء سين طاء أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ نعم أحسنتم بارك الله فيكم على حسن الاستماع لاحظتوا تشعبوا لاحظوا في الآية 67 و 68 تتكرر عندكم الهمزات لاحظتوا أَإِذَا وَآبَاؤُنَا وَانْتَبْهُوا وَآبَاؤُنَا ليست اللي كالتي في سورة الواقعة أَوَآبَاؤُنَا هنا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَحظتوا وتكررت هنا مرة أخرى لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا لَحظتوا تشابه الكلمات هنا في نفس الوجه إلا عندما طلبت منكم التركيز تركيز سمعكم وأيضا بصركم على كلمة أساطير استمعتم كيف نطقت بي السين وليس بالصعد بارك الله فيكم هذه الآن سأسألكم هنا ما نوع المد في الآية رقم تسعين قال تعالى هنا انتبهوا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةَ جَاءَ لحظوا المد والهمزة كلهم في كلمة واحدة إذن ما نوع المد هنا ما نوع المد مهم نحسنتي مد واجب متصل بارك الله فيك كم مقداره كم مقدار المد أحسنتم من أربع إلى خمس حركات بارك الله فيكم أريد أحدكم فقط يقرأ لي هذه الكلمة 92 كيف تقرأ انتبهوا للهمزات نعم تفضلي أحسنتي وأن أتلوى القرآن وأن أتلوى انتبهت للضبط انتبهت لضبط الله والواو أحسنتي بارك الله فيكم إلى هنا وصلنا إلى نهاية مراجعة هذه السورة من كتاب الله عز وجل لا تنسوا يا أحبابي تعاهد السورة بالمراجعة وإتقان الحفظ إلى أن ألقاكم يا أحبابي الحصة القادمة لنراجع سويا سورة أخرى من سور الحفظ استودعتكم الله الذي لا تضيع ذائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته